بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلب الأعزاء نواصل في مادة خانون العقوبات في المحاضرة السابقة نوانا كل ما يتعلق بالركن الشرعي للجريمة تعريف الركن الشرعي للجريمة وتنوانا فيه أسباب الإباحة وتنوانا كل ما يتعلق بالركن الشرعي وحالة الضرورة ورضاء المجد كل هذه الأمور تنواناها بشيء من الإيجاز في المحاضرات السابقة اليوم ندخل على الركن الثاني من أركان الجريمة وقلنا أن الجريمة تتكون من ثلاثة أركان مهمة الركن الشرعي وهو النص القانوني على الجريمة الموجود في القانون العقوبات وقلنا أنه لا يوجد مصدر آخر لقانون العقوبات إلا النص القانوني وبالتالي النص اللي بعاقب على الفعل هو المصدر الوحيد للقانون العقوبات وهذا المصدر ممكن أن يكون قانون العقوبات وممكن أن يكون أي قانون آخر ونصع على العقوبة لهذا الفعل سوف نأخذ الركن المادي للجريمة الركن المادي للجريمة هو السلوك الإجرامي هو المظهر الخارج للجريمة وبالتالي عندما نتحدث عن الركن المادي للجريمة يعني إيش هو الفعل الإجرامي اللي تتكب هو المظهر الخارج للجريمة وهذا المظهر الخارج بيقوم على السلوك الإجرامي وطبعا بعضهم بقول لك أنه سلوك الإجرامي هذا لازم يكون السلوك إيجابي والبعض بقول لك لا لازم يكون إيجابي أو سلبي في هذا الحال إذن إحنا بنقول أنه الركن المادي للجريمة يقوم أساسا على عناصر السلوك الإجرامي وهذا عناصر السلوك الإجرامي تتكون من السلوك الإيجابي ومن السلوك اللي هو السلبي وهو عبارة عن الفعل الذي يحرمه القانون أو هو تصرف الشخص في أوقات وفي ظروف معينة في هذه الأوقات وفي هذه الظروف يتصرف بأفعال مخالفة للقانون وطبعا إحنا بنتكلم أنه كثير من الفقهاء بقولك أنه هاي السلوك الإجرامي أو المظهر الخارجي للجريمة هو الذي يعطي السلوك القيمة القانونية له بناء عليه بعاقب المشرع على هذا الفعل الإجرامي بعض البقهاء الآخرين الذي أخذه بفكر المدرسة الوضعية يقولك في كثير من الأحيان نحن نعاقب ليس على السلوك الإجرامي ولكن نعاقب على الخطورة الإجرامية الكامنة أو الموجودة لدى هذا الشخص حتى لو لم يقوم بأي مظهر من مظاهر السلوك المجرم في القانون نجيب مثال عشان تفهموا هذا الموضوع هذا الموضوع لقد أخذت أنا بعاقب الشخص لأنه صرق إيش الفعل الإجرامي في هذه الحالة هي السرقة المطهر الخارج أو قتل أو ضرب إذاً صار في عندي حركة موجودة في العالم الخارجي أو ظاهرة للعيان وبالتالي إنه شيء ملموس وبالتالي أنا أقدر إنه أنا حاسب هذا الشخص على هذا الفعل الرأي الثاني بيقولك لا أنا بدأ حاسب على الخطورة الإجرامبية الموجودة عنده وبالتالي حتى لو لم يقم هذا الشخص بأي فعل من الأفعال الإجرامبية ممكن يشكل فيه المستقبل خطر على هذا المجتمع نجيب مثال زي المتسول الشخص المتسول الموجود على الرمزون وبيأخذ الشكل أي ضرر بتلحق الإلات هذا المتسول ممكن أن يكون سبب لارتكاب جريمة أخرى ممكن أنه هذا الوضع يدفع للسرقة ممكن يدفع إلى عملية الأشخاص يخدوه ويقوموا بتحريده على ارتكاب جرائم أخرى وبالتالي فيه خطورة إجرامية موجودة عند هذا الشخص وبالتالي أنه هناك رأي في هذا الموضوع مقول لك أنه لا لازم يكون فيه عندي أنا سلوك إجرامي وهذا سلوك الإجرامي ممكن يكون سلوك إيجابي وممكن يكون سلبي وحنتعرف على هذا السلوك الإجابي وعلى السلوك السلبي بشكل أكثر تفصيلا بهذا اللقاء نحن لقيت اللحن بدنا نيجي نعرفه أنه لازم يكون فيه عندي ركل مادي لهذه الجريمة وهذا الركل المادي يتكون من سلوك ويعني ليس بالضرورة أنه يداكل من سلوك أو فعل نفس الحاجة يعني سلوك إجرامي أو فعل إجرامي نفس الشيء السلوك الإجرامي وأنه هذا السلوك الإجرامي لابد أن يؤدي إلى نتيجة في العالم الخارجي يعني أنا برتكب فعل ممكن هذا الفعل يحقق النتيجة المرجوة أنا طعنت واحد بالسكينة إيش بدو يحتط منه تحضط الوفاء لكن ممكن ما تحضط الوفاء وبالتالي بكون في حالة شروع والنقطة الثانية لابد أن يكون علاق سببية ما بين الفعل والنتيجة التي أرتكبت في هذا الموضوع وهذا السلوك الإجرامي لابد أن يكون صادف عن حركة عضوية أو إرادة عضوية واضحة المعالم وبالتالي أنه هناك بالإضافة إلى الركن المادي في الجرائم هناك الركن المعنوي للجريمة طبعاً سنتعرف على كل هذه الأركان بالتفصيل بشكل واضح لكن لماذا نتعرف على السلوك الإجرامي أو الفعل الإجرامي لأنه هذا السلوك الإجرامي مهم أول هو مظهر خارج للجريمة وبالتالي يعمل على عملية مساعدة مؤمور ضبط القضاء وشرطة والنيابة على اكتشاف الجريمة واسنادها للشخص المتهم وبالتالي أنه هاي السلوك الإجرامي هو الدليل على من ارتكب هذا الفعل الإجرامي النقطة التالية أنه هذا السلوك الإجرامي حيوضح لمعيار التفرقة ما بين الجرائم وبعضها البعض الآخر نحن في عنا كثير من الجرائم في عنا جرائم الوقتية وعنا جرائم المسمرة وعنا الجرائم البسيطة وعنا جرائم الاعتياد وهذه الجرائم كلها كثير مهم أن نحن نتعرف عليها لأنه هاي الجرائم يعني يتحدد فيها السلوك الإجرامي من جريمة إلى جريمة أخرى وبالتالي ممكن تتداخل فيه بين هاي العوامل التي تقطع علاقة السببية وممكن أن تؤدي إلى نتيجة معينة مخالفة لهذا الموضوع ناخد مثال على الجريمة الوقتية هو أنه شخص طعن المجنع عليه بطعن أمامه فأصيب بهذه الطعن هذا بنسميه جريمة وقتية الجريمة المستمرة والله واحد معه شوية مخدرات وركب بالسيارة من غزة بدون يديهم على رفع وبالتالي بتضل طالما أنه مسمر بهذا سلوك الإجرامي من غزة إلى رفع يحمل اللي هو بين طياته اللي هو جريمة مستمرة في المخدرات الجرائم البسيطة هي الجريمة التي يتحقق فيها رقم المات مباشرة بدون أي إشكاليات يعني تماما زي هذا الجريمة الوقتية يتحقق الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بشكل بسيط أحد الأفراد طعن المجنع عليه بطلق بسكين فانتخل إلى رحمة الله تعالى فتحققت الوفاة هذه بسمية جريمة البسيطة واضحة ما فيش إشكاليات لم تكن هناك إشكالية في علاقة سببية بين الفعل والنتيجة لكن هناك فيه إشكالية فيه جرائم الاعتياد إيه جرائم الاعتياد إنه المشرم ما بعقبش على الفعل الإجرامي إذا ارتكب لمرة واحدة لابد إنه أنت ترتكب هذا الفعل أكتر من مرة حتى يصير فيه جريمة ويعاقب عليها القانون زي ربا الفاحش أو الاقتراض بفائدة فاحشة لمرة واحدة لا يعاقب عليها القانون ولكن إذا تم التكرار يعاقب عليه القانون ومن هنا نلاحظ أنه هذا الركن المادي هو من أهم الأركان بالنسبة للجريمة لأنه هو المظهر الخارج للجريمة طبعا نحن نميز ما بين السلوك الإجابي والسلوك السلبي وعلى اساس نعرف إيش الفرد ما بين هذا السلوك وذاك السلوك لكن نحن بدنا نقول أنه الفعل الإيجابي هو حركة عضوية إرادية حركة عضوية إرادية يقوم بها اللي هو إيش الجاني لارتكاب فعل إجرام زي عملية اللي هو الضرب زي عملية الجرح زي عملية الطعن بأي حركة عضوية أنت بتقوم فيها في هذا الموضوع تسمى عنا اللي هو إيش فعل إيجابي الفعل السلبي هو العكس هو الامتناء عن فعل يمكن يعني عن فعل السلبي من قل عن عن الصفحة الإرادية للحركة العضوية الحركة العضوية هي سلوك الإيجابي بمعنى هي كيان مادي ملموس او محسوس يعني هو الكيان الملموس او المظهر الخارجي لجريمة اللي سيطر على مصرح الجريمة وعلى مصرح الاحداث ومن ثم نستطيع نقوم ب اثبات هذا الجرم من خلاله وبالتالي بنقول انه سلوك الاجابة هو كيان مادي ملموس او محسوس ويتمثل هذا الكيان فيما يصدر عن مرتكبه من حركات لأعضاء جسمه طبعا هل حركات الجسم ممكن تكون بالايد ممكن تكون باللسان ممكن تكون بالرجل ممكن تكون بالسمع اذا ليس بالضرورة انه الفعل الايجابي يكون فقط بالحركة العضوية هي ايش طب ايش هذا مميزاته بنقول يترتب على اعتبار الحركة العضوية عنصر بالسلوك الايجابي في عدة نتائج مهمة وهذا حاجات مهمة انه انتوا لازم اتركزوا عليها بشكل واضح ايش هذه الحاجات المهمة بنا نقول انه التفكير والتحضير لا يعتبران سلوكا اجراميا يعني انا بفكر اليوم انه انا ارتكب جريمة وبدأت او جوم بيت بدي اسرق بانك وروحي جبت المفاتيح وحضرت وكل هذه الامور لحتى هذه اللحظة لا تعتبر جريمة انا بدي ارتكب جريمة لابد انه انا ابدأ بعملية السرقة اذا عملية التفكير والتحضير لا يعتبران سلوكا اجراميا فالسلوك الايجابي لا يقوم ومجرد العزم او التصميم او النية على المساس بحقوق الغير والله انا بفكر انه انا انتقب من الشخص الفلان او اقوم بضربه او الاحتداء عليه او تشهير فيه كل هذا لا يدخل ضمن احسابات السلوك الايجابي السلوك الايجابي لازم يكون فيه عندي حركة عضوية طبعا هذا الكلام مش على اطلاقه دائما لازم يكون فيه عندنا استثناءات في القانون هذا التفكير اذا كان بينه وبين نفسه ما حدش بعرف عنه وبالتالي مش امكانية لعملية العقاب عليه لكن اذا انا اصبح فيه عندي هذا التفكير ظهر الى العالم الخارجي زي عملية الاتفاق الجنائي او الوفاق الجنائي انه احنا والله اتفقنا مع بعض نعمل عملية انقلاب على النظام الحكم في هذه الحالة بصير فيه عندنا اصبح هذا الاثناء نهر الى العالم الخارجي وبالتالي يجوز العقاب على هذا الموضوع اذا النقطة الاولى انه تفكير وتحضير لا يعتبر سلوك جرامي ولكن هناك استثناء على هذا الموضوع وقلنا انه الحركة العضوية لا تعني دائما حركة اليد بل هي اوسع من ذلك ممكن تكون باللسان زي جهادة الزور او القتل ممكن تكون بالرجل زي موضوع الركل ممكن تكون بسماع استراق سماع وعملية التجسد كل هذه الامور ممكن تصير فيها عندنا اللي هو الحركة العضوية اللي نكون فيها في هذا الموضوع النقطة المهمة هي صفة الارادية لانه انا بقوم بهذا الفعل وبهذه الحركة انطلاقا من ارادة وبالتالي انه هاي الحركة العضوية اللي انا بقوم فيها لابد ان يكون هناك سبب وانه هناك هذا سبب مسيطر على الحركة العضوية اذا بنا يجي نشوف الصفة الارادية سبب للحركة العضوية لانه دائما فيها عندنا بنقول الارادة هي قوة نفسية مدركة فسلوك الاجابي لا يقوم بحركة عضوية ايا كانت وانا ما يقوم بحركة عضوية ذات مصدر معين ايش اللي بدفعني لهذا الفعل مين اللي خلينا نقوم بعملية الضرب هي الارادة فغياب الارادة ينفي عن الفعل صفته الاجرامية الصفة الارادية يجب ان تسيطر على كل اجزاء الحركة العضوية وهي التي تقوم بتوجيهها هي اللي بتقوم بعملية توجيه اليد الى عملية اطلاق الرصاص او الرجل لعملية الركل او الى اخره وبالتالي لابد ان تكون في عنا حركة معينة في هذا الموضوع طيب اذا احنا بدأ الفاعل او الجانب بحركة ارادية ثم فقد السيطرة في مرحلة لاحقة ووقع سلوك الاجرامي هل يعتبر في هذه الحالة انه ارتكب هذه الجريمة بنقول انه لا يعتبر مرتكب لحركة عضوية ارادية ممكن انه هنا بصير في ان الحركة العضوية غير ارادية وبالتالي لا يسأل عن هذا الفاعل الاجرامي اللي قام فيه زي مثلا واحد اصيب بحالة الاغماء او اصيب بحالة شلل بشكل مفاجئ ووقع على صغير او عضوة توفي هذا الصغير او اصيبه بعملية ردود او ضرب في هذه الحالة لا يفسل عنه في هذه الحالة زي احنا احيانا ممكن هذه الحركات العطوية ممكن تكون صادرة لموضوع الاكراه المادي او الاكراه المعنوي الاكراه المادي انه انت تمسكيه شخص مثلا وتجبره على اللي هو وضع السم لغيره او انه تقوم بمسكة شخص اخر وتجبره على اطلاق النار على مثلا احد اصدقائه كل هذه الامور او تنويم شخص ما تنويما مغناطيسيا ودفه الى انتكاب هذه الجريمة طبعا الاكراه المادي بعدم الارادة ويسلم الحركة العضوية صفتها الارادية وهو بالتالي يختلف عن الاكراه المعنوي بعمل على تغيير اتجاه الارادة ولكن لا يسلب الحركة صفتها الارادية ولكن يعيب الارادة في وجهتها واحنا هناخد كل ما تعلق بالاكراه المادي والاكراه المعنوي بشكل اكتر تفصيلا في هذا الموضوع السلوك الايجائي السلبي هو عملية الامتناع وهو احجام شخص ما عن اتيان فعل ايجابي كان المشرع او القانون ينتظر منه القيام بهذا الفعل طبعا بعض الفقهاء بقولك لابد ان يكون هناك واجب قانوني يلزم هذا الشخص للقيام بهذا الفعل طبعا هناك في حنتناول في هذا الموضوع ثلاثة تقاط مهمة وهو ما هي شروط الامتناع وما هي طبيعة الامتناع وما هو موقف الفقه من عملية الامتناع الفقه بقولك ان الامتناع بعض جانب من الفقه يرى ان الامتناع عدم وانه ليس له اي مظهر خارجي وطالما انه العدم لا ينتج الا عدم وبالتالي لا يمكن اعتبار الامتناع المؤدي الى القتل قد قتل نفسه لكن الرأي التاني وهو الموجود واتبت وجوده في الواقع وفي الحياة العملية قالك لا احنا موجود عندنا انه الامتناع ممكن انه يسبب اللي هو ارتكاب جريمة وانه هو يعتبر ظاهرة ايجابية وموجودة في العالم الخارجي زي امتناع الشاهد عن الادلاء باخواله في المحكم امتناع القاضي بنظر القضية امتناع اللي هو المتهم من الحديث في اثناء التحقيق امتناع الام عن ارضاع ابنها كل هناك جوانب اكتيرة في هذا الموضوع ما هي شروط الامتناع نقول لك عشان اتحقق الامتناع في عنا ثلاث عناصر او شروط مهمة وهي الاحجام عن اتيان فعل ايجابي اثنين واجب قانوني النقطة الثالثة الامتناع بصفة ارادية الاحجام عن اتيان فعل ايجابي نقول الامتناع ليس موقفا سلبيا مجردا ايا كان وانما هو موقف سلبي بالقياس لفعل ايجابي معين ويعني ذلك ان المشرع يعتبر بعض الظروف منظرا لان يقوم الشخص بفعل ايجابي معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق فاذا لم يأتي هذا الفعل بالذات فهو امتناع في نظر القانون وبالتالي ايجمناته الفعل الامتناع هو ان انا اخدت موقف سلبي وبالتالي واجب ان انا اقوم باصدار حكم في القضية واجب ان انا اقوم بارضاع الطفل رفضت الامتناع واجب ان اقوم بعملية انقاض اللي هو الغريق رفضت في هذا الموضوع اذا انا احجمت عن اتيان فعل في هذا الموضوع في النقطة الثالثة لازم يكون فيه واجب قانوني وعلى شان اقدر حاسبك لازم انت تكون مكلف في هذا الموضوع فاذا لم تكن مكلفا ففيش واجب عليك وبالتالي لو انت كنت تجيد السباحة وكنت على شاطئ البحر وكان فيه احد الافراد يغرق وانت لم تقم بانقاضه في هذه الحالة لا تسهل مسئولية جنائية عن هذا الفعل ولكن ممكن تسهل مسئولية اخلاقية عن هذا الفعل طميرك يظل انبك هذا موضوع الثاني لكن احنا عشان حاسبك لازم ان انت تكون مكلف ومنقض موجود على هذا البحر الصفة الارادية ليه الامتناع انه انا قمت بالامتناع عن هذا الفعل بمحض ارادتي وبالتالي لم يكن هناك اي نوع من انواع الاكراه سواء كان اكراه مادي او اكراه معنوي يمنعني للقيام بهذا الفعل هكذا احنا نكون خلصنا كل ما يتعلق بالسلوك الاجرامي وجدت هذا السلوك الاجرامي عشان انا اجي احاسبك عليه لابد انه يكون في عندي نتيجة في العالم الخارجي وعشان هيك بنقول النتيجة هي الاطر المترتب على السلوك الاجرامي والذي ياخده المشرع في الاعتبار في التكوين القانوني للجريب اذا انا لازم يكون هذا الفعل اللي انا قمت فيه لازم يكون في عندي نتيجة اجرامية ترتبت عليه واذا لم يترتب على هذا الفعل نتيجة اجرامية ممكن المشرع حسبني على الشروع في ارتكاب الجريمة وممكن حسبني على اللي هو ايج اه المحاولة في ارتكاب هذه الجريمة في بعض الجرائم واحنا حنناخدها في هذا قلنا انه انا يعني الشروع بكون في الجنايات بعاقب عليه بشرة والشروع بعاقب عليه في الجنع اذا كان منصوص عليه لكن في المخالفات لا عقب على اللي هو الشروع طبعا هذه النتيجة لها مدلول في القانون باعتبارها ظاهرة مادية ولها مدلول قانوني باعتبارها فكرة قانونية النتيجة في مدلولها المادي او احنا بنسميها يعني ممكن نسميها النتيجة في مدلولها المادي او بنسميها النتيجة نتيجة اللي هو الدرر ليش عشان في عني النتيجة في مدلولها القانوني اللي هي بنسميها نتيجة القطر أو نتيجة السلوك النتيجة وفقا لهذا المفهوم المادي هي عبارة عن الأطر الملموس الموجود في العالم الخارجي اللي هو زي نتيجة القتل القتل عمد أو القتل الخط إجملت وأصبح فيه عند ازهاق روح إنسان حي كان موجود تغير انتقل إلى رحمة الله تعالى انتقال الحيازة في جريمة السرخة السرخة كانت ألف انتقل إلى باب وبالتالي صار فيه عند أثر في العالم الخارجي النتيجة في مفهومها القانوني هو أن المشرع جرى أن هناك مصلحة وأن هذه المصلحة حماها بنص القانون سواء ترتب ضرر عليها أو لم ترتب أي نوع من ضرر وبالتالي أنت إذا تعرضت تعرضت هذه المصلحة لأي نوع من أنواع الخطر وبالتالي أنت تعاقب على هذا الفعل يعني زي واحد مثلا سايق سيارة بدون ترخيص أو واحد قطع الخط الأبيض أو هذا ايش أثر على المجتمع لم يؤثر على المجتمع شيء واحد مثلا حيز سلاح بدون ترخيص وكل هذه الأمور ليس لها ولكن أجل المشرع وقال لك لا أنا أريد عاقب عشان أعمل نوع من النظام في هذا الموضوع طب أنا ليش بدي هذه النتيجة ليش أنا بدرس هذه النتيجة بنقول أنه النتيجة إلا أهمية واضحة في سياسة التجريب إلى أهمية في قانون العقوبات وبالتالي أنه أنا من خلال هذه النتيجة بدعاقب على الجريمة التامة بدعاقب على الجريمة الناقصة الناقصة من خلال هذه النتيجة بدعاقب على الجناح ومخالفات على حسب جسامة النتيجة بحدد أنا مقدار العقوبة المودودة عندي في هذه الحالة وبالتالي أنه أنا بدأت أعرف هل هذه النتيجة هي نتيجة عمدية أو نتيجة غير عمدية وبالتالي أنا بدي حددت لي من خلال هذه النتيجة بتحدد إيش المحكمة المختصة في الجناح المحكمة المختصة في الجناح المحكمة المختصة كمان في المخالفات كمان بحدد لي مكان وقوع الجريمة المحكمة المختصة اللي أنا بدي أنظرها وقعت في غزة لها النطاق وقعت في رفح لها النطاق وبالتالي كل هذه الأمور مهمة بالنسبة إلي وبحدد لي كمان بدن سريان تقادم الدعوة الجنائية إذن إحنا قلنا أنه الركل البادي لابد أن يتكون من السلوك الإجرامي فقلنا أنه هذا السلوك الإجرامي هو عبارة عن فعل إيجابي أو فعل سلبي وأنه هذا الفعل الإيجابي أو سلبي لابد أن نظر عن حركة عضوية وأنه هذه الحركة العضوية سواء كانت الإيدة أو الرجل أو السمن كذا لابد أن تكون مصحوبة بفكرة الإرادة وتكلمنا عن الشروع الفعل السلبي وأنه لازم يكون فيه واجب قانون على سلط نستطيع أن يحاسب هذا الفعل عليه في هذا الموضوع بالضالة لدينا نقطة مهمة جدا في الركن عشان يكتمل الركن المادي وأنه لازم يكون فيه عند فعل وعندي نتيجة ويجب أن نكون نربطهم علاقة السببية فنقول علاقة السببية هي الصلة التي تربط ما بين الفعل والنتيجة أو هي الصلة التي تربط ما بين السلوك الإجرامي والنتيجة وأنها تثبت أن ارتكاب الفعل هو الذي أدى إلى حدود النتيجة ونعتني علاقة السببية هي الصلة التي تربط ما بين الفعل والنتيجة أو هي الصلة التي تربط ما بين سلوك الإجرامي والنتيجة النتيجة وتثبت أن ارتكاب الفعل هذا الفعل هو الذي أدى إلى حدود هذه النتيجة وتكمن أهمية القانونية في كونها تربط ما بين عناصر الرقل المادي ضبطت كل عناصر الرقل المادي يتكون من ثلاث عناصر مهمة وهم الفعل والنتيجة وطبعا علاقة السببية هي التي تربط ما بينهم في مرات وبالتالي فتقيم بذلك وحدته وكيانه وهي التي تساهم في تحديد نطاق المسؤولية الجنائية باستبعادها حيث لا يرتبط النتيجة بالفعل ارتباطا سببا إذا لم ترتبط النتيجة بالفعل ارتباطا واضحا فإنه في هذه الحالة انتفت علاقة السببية وبالتالي تقتصر مسؤولية المرتكب الفعل على الشروع إذا كانت الجريمة عمدية أما إذا كانت غير عمدية فلا مسؤولية عنها لأن الشروع في الجرائم الغير عمدية لا يتحقق فيش حاجة اسم الشروع في الجرائم الغير عمدية وعلى هذا كانت علاقة السببية عنصرا مهما في الرقم المادي وشرطة لقيام المسؤولية الجزائية طبعا سنشرح موضوع علاقة السببية بالتفصيل وإيش النظريات التي قيلت في هذا الموضوع ومن ثم ننطلق إلى موضوع الشروع والمحاولة في المحاضرات المحاضرات القادمة إن شاء الله طبعا عشان نفهم موضوع السببية بأكتر وضوحا يعني بدخلين للقاء القادم إن شاء الله وهو قريبا جدا ترجمة نانسي قنقر